وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ الصباح الخير يا صباح الفن ياسمي كيفكم صباح و شو اخباركم شو الله تكونوا بألف خير يا رب انتو عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم من وردتوا قناتي اهلا وسهلا بالصباح الاجدادين نضغمت القناتي جديد رحب فيكم من وما كنتوا عم تتابعوني هون صبح بكير قبل ما الولاد تروح على المدرسة ففقت لحتى اعمل له نأكل مشان ياخدوه على المدرسة بس ابني الكبير فاية وهيكي معدتم كركبة فحبيت اعمل له بطاطا مسلوقة وهيكي حطوله عليها كمون وملح ولبن يعكله قبل مايروح هلوي ما كان بده يروح على المدرسة بس بعد ما اكل البطاطا فخلاص غير رأيه يعني وحب انه يروح وعندي هدون الغراض كمان قبل بيوم زوجي يجابهم من الماركت فما ضب بيتون لطلق ضبضبون هيكي ورتبون على رواق بس حابة احكي بموضوع صبايا ووضح لشي يعني كتير بلاحظوا بالقناة بلاحظوا من متابعين من التعليقات المتابعين هيكي بقى حابة اوضح هي الشغلة كتير برجيني تتعليقات انه انت كتير بتشتري ادوات كهربائية انه عندك ادوات كهربائية شي بطعمة وشي بلا طعمة شي مهمة شي مالو مهمة وانه بيجيني هيكي تعليقات انه انت مبزرة بدك تتحاسبي على الاشياء اللي عم تجيبيا وا 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 كل يومين تجيبي اشياء جديدة ما بتشبعي وهيك يعني هذا الكلام فصبايا بدي وضح لشي كتير مهم ونقطة كتير مهمة انه انا قناة اليوتيوب تبعي تطلب مني اني اشتري اشياء جديدة لانه انا محتوي هو ديكورات محتوي تياب تنسيق تياب جديدة يعني كهربائيات انه اشتري كهربائيات جديدة ومميزة وغريبة وجربها معكم واحكي سلبياتها وإيجابياتها وكل شي كنازل بسوق فريد وميز بجيبه بشتري هلا في قنوات تانية بتلاقوا انه الفيديو تبعها مصطعب تبقى بتحكي على قصص بتسرد قصص خصوصياتها بيت حماها مرتخوة بنت حماها ففي ناس بيحبوا يتفرجوا على هاي الاشياء انا لا انا ما بحب انا بحب الشغلات الهادي الرائعة الشغلات الفريدة المميزة القطع النادرة اشياء الجديدة مثلا كهربائيات كنازلة على السوق مميزة واختراع جديد بحب جيبو وهيكي صورو وارجيكم اياه مو ممشان انه 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 انو تشتروا هاي الاشياء ويكون عنكم اشياء مثلي اللي عندي كاملة انا بعرف ويعني وبعترف اني عندي اشياء كثيرة وفعلا مثل ما قلتو انه بتفتح محل بس هذا اه شغلي يعني شغل اليوتيوب هيك انا هذا محتويه عرفتم ومو ضروري انتو تقلدوني بصير عنكم كل الاشياء اللي انا عندي اياها ممكن انتو تاخدو فكرة مسلا انا عندي كل خلاطات بكل انواع خلاطات تمام بس وقت يجي يجي واحدة تسألني لا بإلا تشتري كلهم لا بإلا المهم المهم أنه الي ما بتستغني عنه بالمطبخ واللي هو بيغنيك عن كل شيء إلا تكون مصمدة شوية مصاري وشو بدي تشتري بتسألني مثلا واحدة مصمدة شوية مصاري بدي تشتري مكنسي عندي انا كل أنواع المكانيس أنا جايبتون كرمال أني كمان صور وأنهم أرجيكم صور لكم ولكم سلبيات وإيجابيات فبتجي بتسألني أنو أفضل يعني انصحيني فبإلا اه واحدة تانية بده تشتري مكواي انا عندي كمان كل المكاوي كل انواع شاريته وبقلا انه مكواي ما بقلا شتريهم كلهم يعني بدكم يعني هيك بس اه تفرقوا هذا شغلي تمام انا لا عم اه عم بستعرد ولا عم شوف حالي عليكم ولا عم ارجيكم اني انا افضل منكم ولا اني اه عندي اشياء كتير انتم معنكم ياها لا هذا الشغلي والله هذا الشغلي انا اصلا انا بخاف انه يكون عندي هي شوفة الحال او انه اتكبر على العالم لانه بعرف الله هو اللي رزقني هاي الشغلات فانه بسانية بقدر ياخدها مني فانا ما عندي هاي التفكير ابدا بس هذا شغلي بدي ياكم تفهموا هذا الشي انا محتواي مثل ما عدتلكم ديكورات تنسيق اتياب طبخة جديدة طبخات بده اشياء هيكي صحون جديدة زبادي جديدة اشياء هيكي مو مكررة على طول هيكي تكون متنوعة فلهيكي اه وقت بتلاقوني عم بشتري اشياء اه وشغلات هيكي كل فترة هو مشان شغلية ما ضروري انتم تكونوا مثلي تمام هذا الشغلية مثل 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 انتم رايحين على محل تياب رحتوا اول اسبوع عليه شفتوا عارض اشياء جديدة رحتوا الاسبوع الجاي اه لقيتوا نفس التياب موجودة عنده ورحتوا الاسبوع الثالث نفس التياب موجودة عنده فبتلاوا انه معت ترخوا لعنده يعني مو مل اه فهو بيضطر انه دائما يجدد ويجيب مو معناته انه انتو يكون عنكم مثل هات صاحب المحل يلي دائما عنده تياب جديدة وعارض اشياء جديدة انه انتو تقلدوا يكون عنكم نفس الشي لا هذا شغله وانا هذا الشغل اللي عرفته بس بدياكم اه يعني تفهموا هاي النقطة عرفته اه هون صبايا عم ارجيكم انتو قلتولي عالتناجري اللي عندي انه بيضة وعم تلمع اه صح انا لانه بطبخ ودائما بطي الغاز تحته بس هاي المقلاي زوجي كان عم يساوي فيها عم يطبخ فيها عم علل الغاز تحته فهيكي اسودت وما عت راحت لهيكي كتير في صبايا بيقولولي اني انا مشارية من هاي التناجر بس هيكي بتسود وما لا بيضة متل تبعيك لشو السبب السبب انه هي بت يعني الغاز بيكون قوي تحته وبتتشحر متل ما شايفين هاي المقلاي ابدا ما راحت اه شو كمان صبايا ما بعرف بدي احكي كل شي بقلبي قبل ما انتقل عشي تاني فهيك صبايا هم يعني اللي بيحب يتفرج على اشياء جديدة واختراعات جديدة وشغلات مميزة وفريدة اه يضل عم يتفرج عليه اللي بيتدايق وبينزعج من الاشياء والمشتريات الجديدة لا تتفرجوا يعني لا تتدايقوا حالكم والله يعني من كل ما حبي عملكم روحوا تفرجوا اشياء تاني شوفوا كتير في روتينات وكتير في عنا بفتحة قنوات روحوا تفرجوا عشي تاني لا تفرجوا علي انا لحظة شوفي اختراع جديد لحجيبو شوفيه كهربائية هيك جديدة لحجيبه ام ويعني حاجيبه بصورو واحكي عنه وشوف سلبياتا ایجابياتا وغلق الاصص هاي وشوفي هيكت يا بكزا كله لحاء اني اشتري هذا شغلي فإذا ما بتحسنوا تشوفوا هذا الشي لا تفرجوا علي لا تضايقوا حالكم وما تضايقوني فيعني الباب مفتوح وموجود كثير في قنوات يعني بكل سرور عملكم هذا الشي هون صبايا خلينا بقى نشوف الفيديو والطبخة اللي عم ساوية هون حبيتك أعمل فطور بعد ما بعت الأولاد عن مدرسة هذا الفطور قطعته كفطر مع بوصل الليتم بالمقلاية واستنيتوا اللي يبردوا وهون بعي الزبدي حطيت جبنة كريمية مع جبنة موزاريلا مع براء وشو كمان حطيته بقدونس شفتوا البقدونسات صبايا اللي عملناهم بالفيديو القديم اللي حطيتهم بالعلبة الإزاز لهلا ما أحلاهم والله يعني ولا صفر ولا دبلو يعني ما أحلاهم عن جد كتير عجبتني الطريقة وقطعت البقدونس حطيتهم فوقهم وبعدين حطيت الفطر والبصل اللي قليتهم فوقهم كمان خلطتهم وبالتوست مثل ما شايفين حطيتهم القلاية الهوائية تقريبا عشر دايق يكونوا صاروا وحمرت الجبنة فيكم تحطوها بالفرن إذا معاكم القلاية الهوائية اشتركوا في القناة بشاعة senior اشتركوا بشبت هاحة بإبقاء المختلفة بعمل لبن عيران عمل لبن أحناcap قطيت الصفادق اعجبتها من شيئين ارجعتكم يا دي كم مرة ابدا مو ظريفة يعني اتشتروها ابدا ويحوانة سعره اه ما بتخلط منيح مع انه هاي تاني مرة باستخدمها كتير ضعيفة بالخلط اه يعني ما يعني لا تشتروها ما عجبتني وعنجد اذا تجيبوه ولا تندمو فا يعني هلأ لهيك اللي حستعملها كشكل اه اكتر من انه هي عنجد تخلط اه اللي زاد حطيتهم بهي العلبة وامتما هيك الولاد بكونوا جوعانين مثلا حبوا يأكلوا بحطوهم لهم على توست وبسخنهم لهم اللاي الهوائية بكون عندهم هيك اكل يعني جاهز حبيت اعمل ديكور جديد بهدون اللي رفوف يعني انا كل فترة والتانية بحب اني غير جديد اعمل ديكورات جديدة هلا ممكن فئة من العالم تقول لا الديكور الاول احلى الفئة الثانية تقول لا الديكور الثاني احلى الفئة الثالثة تقول لا هاد وهاد حلو فالناس ازواء يعني انا كل ديكور بعملو بحبو بحس فيو روح جديد وهيك بحس يعني هيك بشعور حلو تغيير شكل عرفتو يعني كل هيك فترة والتانية بغير وبنبسط بالتغيير عرفتو فهون شو حبيت اعمل بهي الرف حبيت حط هدوني العلب تبعات الماكرونة والعداس والقصص هاي هلا اجايبا هدوني اللزقات من وين من النزهة الجديدة هدي كم مرة ارجعتكم ياها صورتلكم المحل من هونيك شبتون فهلا حتى اجوقتون لا استخدمون بيجي معو قلب قبيت كمان بتكتبي عليه حبيت هيك اكتوب كان عندي انا لزيقات على العلب كتير صغار شفتو بتركيا كان في هيك جهاز بيكتوب فيه ارقام واحرف بيكتوب ما كتير كان صريف ما حبيتو هاي احسن الخط اكبر يعني الورقة اكبر وحتى عطا شكل احلى من اللزقات الصغيرة فصورت حط كل علبة اكتب اسمها وحط عليها فكرة انه تكتبي اسم على علبة كتير بريحك يعني انتو اللي بتقولوا انه هي شفافة ومبينة بس مرات بيكون في علبتين خالصين عنديك وعن جد بتنسي شو في بي قلبها فما بتصيري بتخربتي شو تحطي هاي وشو تحطيتي بهاي واحيانا انا بخلص عندي العلبة فوقت بشوف الاسم بتذكر انه اني اكتب لزوجي انه جبلي هذا الغرض وهي فعنجد انه انت تكتبي على العلبة اسم الشي انه شوفي بقلبه كتير بريح عليك هلا هون وقت كنت عم صور لكم هذا الفيديو ما كنت مقررة كيف اعمل الديكور يعني انه عم بفتاح وفكر وقول هون بحط هاي الشغلة هون بعمل هاي الشغلة هم شايفين هاي السودا الشباك ما زبطيت هون لانه في بريس تحيط فشلت جبت تبع القش اللي جبته من شيئين من فترة فحبيت حطه هون قلت لحتى دخله هذا العرق الاخضار هون كمان هيك عم زبت حطيته هيكي يعني جمعته كله حطيته بقلب السلة ما حبيت منظره بعدين صرت قصه وحط يعني بالسقط تبع السلة القش هيكي فوت العروق كمان ما حبيتها شلتها كلها هاته وما عجبتني يعني شكل ما حبيته فبعدين اخر شي قررت اني حط ظروفة القهوة اللي بيستخدمها حطيتهم بقلبها اللي هيكي منهم يستغل هذا المكان وشكل حلوس سلة يعني هيكي وكذا حلو يعني هون جبت هاي الخشبة هاي الخشبة صبايا جعبتها من ترينجول من زمان من وقت كتب تركيا وقت جبتها ما كانت هيكي مقسومة شايفين شلون مقسومة من هوني ما كانت هيك بس وقت حطيتها ركبتها الرجلين تبعاتها وشديت البراغي وقام حطيتها بالخزانة وقت جبتها يعني رديت طلعتها لقيتها هيكي مكسورة من على الجنب بس حبيتها اكتر بتعرفوا حسيتها كأنه جزع شجرة يعني وعجد هيكي كتير حقيقية يعني بعد ما هيكي كانت مقسومة من على الجنب حسيتها كتير احلى خطيتهم كما شايفين هيك على جنب مع علب البن والحليب المجفف والسكر هيكي وبهذا القسم حبيت اني خطة مع المعالي وتبع العسل وهي الحطة هون مع هي اللوحة حلم الصغير أن أحيا بسلام في بيت تغفو بزواياه الأحلام هون صبايا البلكوني اللي بغرفة النوم تبعي مش شمس كتير ماشا الله يعني يبتيج الشمس من الساعة تسعة للساعة أربعة لحتى تروح فقررت بما أنه هلا يعني كالدنيا جاي على شتي انه يصير هنيكي انشر الغسيلات وبينشفوا الغسيلات بشكل أسرع وهون بالبلكون الكبيرة هي الطاولة تبع النزهة ما كتير مريحة والقعدة على الكراسي أبدا ما مريحين فقررت اني جيب الكرسي الهزاز من هونيكي وحطته هون تصير قاعدتي هون دائما بما أنه هي كبيرة فانه ظريفة لقعدة فيها وهنيكي للنشر الغسيل بما أنه هي مش شمسة وهيكي فقررت كرسي الهزاز كنسته بالمكنسي مثل ما لكم شايفين كتير مغبر فصراحة قمته قمت السفنجة كلها قمتها ومسحته ما لي ما سحته من وقت أصلا خطيت الكرسي هونيكي ما مسحته أبدا مثل ما قلت لكم بلكون كتير صغير وما فيكي تحرك فيها فهلأ وقت هلأ هون بهذه البلكون الكبيرة بصير بتحكم اني أنا نظيف بشكل أحسان أكملت كناست السفنجة صراحة هي مكنسة حسية طقوية أكثر من المكنسة القديمة اللي عندي اللاسلكية الغبرة يعني بتشفوط الغبرة من جوه جوه يعني ما بتترك ولا غبراي ما كان على بارد؟ كنا نظرة عن strat كنا بغرب المغرب 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 نشف نذاه중에 ا dialectناaban تلتعابي طوال اشتركوا في القناة 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 باخد اللي بديها من الدرج كمان في منه مقاسات انا جاي باصغر مقاس شفتوا العلبة هديكة التانية هيك اللي بالطول كمان خطيت فيها هيك وراء هذا الوراء الازراء بنخط هذا الوراء بمي وبيصير مثل منظف يعني حتى فيك تخطيه بالغسالة او بالبيدي او بسطل المي تبع المسح تبع الارض هدوني صبايع الحبيبات كمان خطيتم بهاي الخافزة هاي اصغر مقاس هي في منه اللارج والميديوم كمان بس حبيت كثير مقاسة جبت هاي العلبة وحطيت فيهم كل الحبيبات في قلبهم كمان حطيت فيهم الشغلات التانية مثلا هذا البخاخ لتنظيف البيدي البيدي هو تواليت الارضي يعني كثير في صبايا قالوا لي شو يعني البيدي هاي صبايا كمان جيل هيك بنخط بقلب البيدي كمان كل ما بتكبسي سيفون بيعمل رغوة وبيعقيم صراحة جربتهم بس ما حسيت انه هي واو يعني ما بتنشر امرأة تانية ما حسيت فيه فرق يعني او انه الواحد يحسن ما بيحسن يعيش بلاها ما حسيت انه تعطي ريحة حلوة او انه بتعقي ممنيح يعني ما عجيب منه شفتوا صبايا سطل الخشاب حطيت فيه كياس لانه كتير بتكسلا انه يروح على المطبخ جيب كيس مشان نغير الكيس تبع السطل فهيكا بلاقيه جنبي بشيل و بغير الكيس تبع السطل بهذا الدرج حبيت حط المكياجات وللماسكات منطبخ جربة ممسطة ممتعت سكارغ و ممتعت مقا منطبخ جمع منطبخ جمع منطبخ جمع طلت قدر اشعر 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 هذه العلبة لحتى ترتبي فيها الفراشي كما ترون فرشايتين كانوا كثير سماك كما ترون فرشايتين في هذا الدرج ولكن لا يسعونه فقدت تضعها في المخسلة الآن في الدرجة الأخير سأضع البشاكير في هذا الدرجة أضع المحارم المعطرة ومحارم التواليت وفي هذا الأكسسوار الصراحة الحمام كثير كبير وفيه دروج كثير وغرفة النوم تبعي كان لازمني أنهم درجة تضع في التياب ففضيت الدرجة المكياج والأكسسوار خطيتهم هنا والدرجة اللي فضي حطيت فيه تياب ولكن من درجة تضع المحارم المكياج كوكيز المحشية شوكولات أول شيء زبدة نص كوب الزبدة يجب أن تكون قبل بوقت من البراد بحرارة الغرفة ثم سكر ربع كوب سكر أبيع الآن سكر الأسمار نص كوب صراحة أكل كثير طيبة أخذت الوصفة والمقادير نفس اللي عارضينا بالإنترنت حسيت أن السكر كثير زائد مرة تانية بس بدي أعمل يعني ربع كوب بيكون كافي ومتل ما شايفين هيك صرت أعملهم بالزبدة وخلطهم بالسبتولة وبعدين خطيت بيضة صراحة كثير أسهل إذا بعملها كانت بالعجانة بس أنا بعرف المتابعين تبعاتي بيكون ما عندهم عجانة في ناس ما عندهم هي الخفاءة فبحب أني أعمل مرات بالعجانة مرات بالخفاءة مرات بإيدي كرمال كل المتابعين اللي بيعام يتعبون يحسنوا يعملوا الأكلات بكل الطرق هلأ حطيت طحين كوب وربع وبعدين حطيت شو كمان حطيت معلقة تنشا كوب وربع كوب وربع كوب وربع كوب وربع مثل ما شايفين بعيز زبدية اللي بتنحط بقلب الالاية الهوائية بتتحمل الحرارة يعني او بالفرن حطيت اول طبقة من الكوكيز بعدين شوكولات بالنوس بعدين طبقة ثانية من الكوكيز بحطهم بالالاية الهوائية هنا اخدوا تقريبا مايه 20 دقيقة لحتى استوه و اذا ما عندك الالاية الهوائية بالفرن كتير منيح كمان من تحت شغلي من تحت بالاول وبعدين شغلي من فوق اخر شي يعني ليحمر الوش الباقي حطيتهم بهي العلبة كرمال وقت يعني الولاد بدون طلعون بعملون هيك بسكوت كوكيز من دون يعني حشوة وصلني هذا السائل المنظف تبعا مايك انسي ارجاتكم هيا بالفيديو القديم اه شفتوا بالفيديو القديم استعملت المكنسي بس بالمي وعلى فكرة استكنت يعني استخدمت بس بالمي وكانت رهيبة اه فهلأ بالمنظف صارت لسه اكتر ريحة المنظف على ليمون فانتو عم تكنسو تمسحو بتشمو هيك ريحة انتعاش كتير حلو اه المنظف لازم تحطي فيه يعني بس كمية عشرة اه على الخزان تبعا المي شايفين صبايا عم ارجيكم هدون الخيارات يعني بالفيديو القديم ما ارجيتكم يا اه فيكن اه تحطوا ثلاث خيارات خيار انه اه ناشف اه بتشفط المي بس والحليب اللي بالارض العصير ايشي اه الخيار التاني هيك نقطة مي انه بتمسح مسح اه عادي اه اه وبتنزل مي يعني وبتشفط اه بس انه ازا ما كان البيت كتير بوسخ مسلا اه ما في هيك بقع اه صعبة بق هاي النقطة انت حطي عليها اه في عندك النقطين هون ازا كان فيه عصير بالارض وهيك كتير مدبئ و ونشفان بتحطي على النقطين كرمال تروح البقع اسرع عن جدل مكنسة رهيبة بتجنن بتجنن وكتير بتريح قلت لكم صبايا انا اشتريتها من عند صبية كتير محترمة اه وامينة اه رح حط لكم الرابط تبعها باول طالب اي ادوات كهربائية انا عندي اياها خدوا بس صورة لالها وبعتولا اياها على اه الخاص اه بتجيب لكم اياها يعني لقدام البيت عندي هي الكزبرة من الصبح مقطعتها ومنشفتها اه عن نقطة يعني ما يكون فيها ابدا ماي وبحطة به هي العلبة حطيت هيك جيلاتين من تحت كرمال اه وقت بدي حطة بالتلاجة واجهيبة بدي اطبخ وقيم يعني يعني كوسم منها بتنقام بسهولة اذا كنتي حاطة جيلاتين او نايلون تحت اه وحبيتك اكتب عليها كزبرة مشان ماخر بيتم خالص سيلة علبة لالكزبرة على طول اه الهون بيكون انتهى الفيديو تابعي اليوم اتمنى يكون اعجبكم اذا حبيتوا ما تستعملوا ليلك اشتركوا بالقناة بحبكم كتير سلام اشتركوا في القناة